اعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامج مساء وصباح دائما نويت لحضراتكم ان موضوع حلقة النهاردة تحت عنوان موضة الالحاد من حسن حظي ان يكون معي النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة عالم من علماء الازهر الشريف فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بحضرتك اهلا الاستاذة ايات احييك واحيي مشاهديك الكرام واسأل الله لك التوفيق دائما امين يا رب العالمين وإياكم حضرتك سمعت ان حلقة النهاردة عن موضة الالحاد عن الالحاد بواجهة عام يعني فمبدئيا كده حضرتك عرفنا الالحاد لغة واستلاحا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على هداه واتبع ملته الى يومي ان يلقاه اجدد لك التحية كمزيع محترمة واجدد لك التحية بما لا يعرفه المشاهد انك من بنات من بنات العيلة فسعيد بك اوي ايات النهاردة واسأل الله ان يكتب لك النجاح ونراك في افضل الشاشات ان شاء الله اما عن الالحاد فانا سعيد اوي ان حضرتك سمتي موضة هو موديل موديل عاجب بعض الناس في اوروبا فابتدوا ينقلوه للعالم الاسلامي ان هو بدأ في اوروبا لا هنتكلم عليه بس ان ما نعرفه انت احترام لسؤالك نعرفه لغة وشرح اما الالحاد لغة فهو الميل عن الحق اذا ملنا عن الحق فنبقى ملحدين ثم بعد ذلك في اصطلاح العلماء المعاصرين هو الكفر بالله وبالانبياء او من يعطنق هذا بنسميهم اللا دينيون خلاص هو متحلل من اي ديانة لانه برضو ايات عايزة افرقلك بين حقتين بين الملة والنحلة الملة تلات ملل ما فيش الملل عندنا تلاتة ملة الاسلام ملة المسيحية ملة اليهودي ما عدا ذلك اي حاجة تسمع عليها بعد كده بيسموها ايه بيسموها نحلة ايه الفرق من الملة والنحلة الملة نزلة من عند الله انذر الله عن السلطان اه والنحلة مخترع بشري مخترع ايه مخترع بشري فده تعرفهم لغة وانصلاح اما متى بدأ الالحاد من يوم ما ربنا خلق السماوات والارض من بعد آدم والناس ابتدت ترى في الله رؤية عمياء ان هذا الكون مخلوق كده تقول لهم كده ازاي يقولك هو كده تبعات لي بس الادلة يعني فيطلب منك انت ان انت الجبيل والدليل على ان الله هو الذي خلق هذه الارض وهذه السماوات وهذا الامر سهل للغاجة بعد كده بقى مؤخرا اللي هو الكفر يعني هو احد انواع الكفر يعني زماننا كانش اسمه الحاد كان اسمه كنا نسمع الكافرون لا 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 حضرتك ما موجود في نص الايات اه اه وزار الذين يلحدون في اياتنا صدق الله ماشي اه تمام فالالحاد موجود لسانه الذي يلحدون اليه فالكلمة موجودة في الاصل طالما انت انت تقطيها باللغة العربية يبقى لها اصل يبقى لها اصل في الكوري يبقى لها اصل موجود فالالحاد قبل الاسلام من نجدعه به ما بعد الاسلام باصل انا بكلم الالحاد لا الالحاد ما بعد في فترة ظهور الاسلام كان منتج عقلي رخيص عند المخمورين والسكارة والذين يحقدون على الانبياء فيعمل لهم ايه بقى زي ما بقول ربنا كده وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كل نبي لازم يبقى له عدو الله وصف اعداء الانبياء وقال ايه وكذلك جعلنا لكل نبي من المجرمين انه مجرم يعني هو اثر انه يكون عدو للنبي على عدم ايمانه بربنا عن الحاده او الامان بالله اخذ الالحاد غيظا للانبياء مش عقيدة لو اصبح مع الايام معتقد يعتقده وينضم اليه اخرون هو يتعامل كيد في الانبياء مبدئيا ها مبدئيا ثم بعد ذلك لا انسان بيعتقد هذا الاعتقاد انه ما استطلوش الفكرة ان هذا النسق الجميل في الكون وخلق السماوات بعددها والارض بعددها ومحتوى ان وراء هذا الكون مهندس له وخالق له هو مش عايز يوصل للفكرة دي يظن بعشوائية العالم انه العالم كده جاء يعني كده لا لا الله سبحانك وتعالى خلقه وابدع ومعاك في الحلقة هنقول ايه الحكاية باذن الله طب الالحاد ليه انوعه اعتقد الالحاد الموجود بصي كل كفر وحايف عن الحق يعتبر الحاد طب عايزة حدرتك توضح لي يعني الموضة اللي احنا فيها زي ما قلت الحدرتك في الموضة الالحاد بقى الظاهرة انتشرت بوجه كبير قوي دلوقتي يعني حتى في الجامعة بقت منتشرة فعلى الكافيهات والقهاوي بقوا ناس كتير قوي بيتقال حدر فترة دي ليه انت شايفها الظاهرة الاول عشان نتفق يعني بمعنى ظاهرة يعني في كل بيت واحد لا مش للدرجة تمام كده بص عصلا انا مش عايزين نردد كلامهم فينتفقهم اه طيب خلاص لا اهم ممكن نتفق اكيد اه لا لا الظاهرة حضرتك لما تلاقي مثلا ايه في موضة البنات تلبس مقلم والولاد يلبسهم شجر مثلا كده يعني فتلاقي العيك كله كده معظم اه التحرير العتبة اسكندرية بورسعيد الصعيد فدي نسميها ايه ظاهرة جاية من الظهور اه لا انا اعلم لها هي ليست ظاهرة هي احنا بنقول انت بصي ايات باعتبرك لسه خارجة من الجامعة قريب انا عصرت دف الجامعة انت عصرتي في الجامعة وشفت بنفسي وشفت بنفسي اه انت تعلمي ان الجامعة هي هي المرحلة الاكذب في حياة الانسان يعني خلاص احنا كلنا ظاهرين بهدومنا اه كل واحد بنت الباشا مش باينة وابن اللي مش باشا مش عايز اقول مهن مش باين كله باللسان وخلاص احنا الاعجاب الشكل كلنا طواويص البنت في الجامعة طووس والولد ايه طووس وطووس عمالي غازل طووسة وشغالين في الكلام داعي فمن الكلام طبعا انت عارفة قصص الحب الواهية وقصص التربطات المتناهية وكل اللي يحصل في الجامعة بقى كله يعني اغلبه ايه اكد بلانه في مرحلة المراهقة ومرحلة المراهقة عدم استقرار عقلي فالمنتج بتاعها بيطلع منتج مشوه فمن ضمن الافكار الان كنا في زمني انا كنا نتكلم على شيوعي نتكلم على سلفية نتكلم على اخوان نتكلم على تبليغ ودعوة نتكلم على ما كانش الالحاد ده لا هو الحاد ساعتها كان مراضف للشيوعي من الذين لا يؤمنون بالله ساعتها ويقولوا الدين افيون الشعوب ام الشيوعي ادي اللي كان موجودة على ايام ولكن الفكرة الالحادية متى ظهرت دائما تظهر في حالة خلخالة المجتمع عندنا مثلا المجتمعات تخلخالت بعد الحرب العالمية التانية بقى فيه انخلاع تب مين اللي بيحارب الكاسوليك مع البروتستان تب مين اللي بيحارب السنة مع الشيعة ده انا بقولك اليوم اندون ده فتن بقى يعني اه ده بتوع الدين دول ده داعش بيقولوا احنا بتوع دين ده جماعة مش عارف ايه بيقولوا احنا بتوع دين يبقى الدين وحش اه هو مين اللي بيقات بصي الصراعات الموجودة في العالم بين الديانات الابراهيمية الثلاثة اسرائيل بتقتل فينا واحنا اقتل في بعض والحروب الصراعبية جات للعالم العربي فالكلام ده كله فيه الملحدين دول اصحاب احاسيس مرهفة لما تقلنا عليهم العيار لما المجتمع اتخلخل واعصابهم بازت فابتدت تطلع شيء جنوني ابتدى ينشي اه المتدينين بيعبدوا مين يعبدوا الله يبقى ربنا بتاعهم ده مش حل طالما ان هم بقى احنا بقى نقعد نكسر لهم فربنا بتاعهم ده علشان يمكن السلم يبعد عنهم يبقى احنا نعيش في السلم لما نبعد عنهم فالحروب اللي موجودة في العالم كله تؤثر تأثير كبير للغاية حتى استاذ ايات الجيوش التي تغذل العالم العربي يعني خليني هذه ليست سياسة ولكنها مراقبة للوضع يعني ترامب اول مجرح ساحب كل الجنود بتوعه من افغانستان ومن سوريا ومن هنا ليه ساحب هؤلاء لان اصابتهم لوسة عقلية لانه يأمر بالقتل ويفجأ بيقتل اشباح يضرب ضربة كده يقول فيها دهش يطلع مدنيين فيرى الساكلة من الامهات ويرى الاطفال فالامر هذا عندما اصحاب الاحاسيس المرهفة او الاواني الفارغة دينيا بس حضرتك انا يعني استوقفتني حاجة انه فعلا ممكن سوء فعلي انا او عدم تمسك او باستخدم الدين غلط يكون ده مساعد لحد تاني انه هو يقلحط انه هو مش مقتنع باللي المسلمين بيعملوه ده فانا مش هؤمن بالاله بتاعه بص زي تفضل لا تفضلي كم مالي سؤالي زي بالضبط مثلا مكان الفتحة على الاندلس مكانش بالحرب فتحنا الاندلس مش بالحرب بالمعاملة الحسنة وبالتجارة وبالامانة ممكن بقى يكون عكس ده هو لي نفر الناس من عبادة ربنا او من الاسلام بصي ايات من خلال برنامجك هقولك معادلة دينية تفضل التشدد يؤدي في النهاية يأمل الالحاد يالتشيع يالتصوف يالخروج من الملة باي حاجة لحظي كده الشباب المتدينين اللي بيسمعوني دلوقتي يلحظوا الرموز بتاعتهم اللي ألفت كتب وقلبت الدنيا ودخلتهم المعتقلات الرموز دي فين دلوقتي اسألي عنهم هتجديهم تحولوا تماما اللي قاعد جنب أبر بن القبور بيتعبد هناك وخلاص الدروش او خرج للتشيع وبيسب في السنة وبيسب في أصل الدين او الجماعة التانية بقى اللي هم قال لك لا تشيع نافع ولا سنة نافع طيب أخرج لحاجة جديدة بقى ما فيش ربنا ما فيش أنبياء فده التشدد دايما يجلب وباله على العالم الإسلامي التشدد هذا ما الذي فعله في أفغانستان أضاعها ما الذي فعله في سوريا أضاعها ما الذي فعله في العراق أضاعها كل هؤلاء المتشددون كان يجب على الدول أن تأخذ على أيديهم بقوة لأن الناتج بتاعهم هو ضياع هذه البلاد ضياعها فكريا ده أنت متخيلة كده مثلا التشدد وما حدث في سوريا هل أهل سوريا هيرجعوا كما كانوا إلا بعد عشرات أو مئات السنين فدايما كده التشدد هتلاقي كده دواري على حد ملحد هيقول لك كنت أحفظه كتاب الله آية آية وكتاب البخاري أعرف دهليز أعرف حاراته أعرف حجراته وصحيح مسلم أعرف مين الراوي ده ومين الراوي ده إذا الراجل كان كان بيععد في المسجد وكان يقعد في الجمعة يلم كل الطلبة حواليه وعمل عليهم شيخ وهو لا يملك من أدوات العلم إلا القراءة وده أمر خطير القراءة كون الإنسان يعتمد على القراءة هو يا آيات ليه ربنا بعد سيدنا محمد والقرآن تم كان القرآن ينزل على كل وقت تنزل ملايكة كده تدي لكل واحد إيه نسخته طب الرسول جاي يعمل إيه بقى هو ده العلم تاخدي من الكتاب لوحده تضلي تاخدي من الكتاب لوحده تضلي لأن الكتب اللي موجودة ألفها مين ألفها بشر صح كده والبشر دول أصحاب نظريات إيه نظريات خاصة أضرب لك مثال سيدنا أبو زر لو روحت عند الجماعة الشيوعيين يقول لك أبو زر الاشتراك الأول في الإسلام ألف شخصية أبو زر لشخصية ايه لشخصية اشتراكية أبو زر كان فين هو التعاد السوفيتي وبعدين لما تيجي تكلموا على عبد الرحمن بن عوف الرأسماليين يقول لك الرأسمالي الأول في الإسلام لا الأمور ليست هكذا إنما هؤلاء كانوا مسلمون يخدمون دينهم بما عند لهم من أدوات الحياة فإذا الإلحاد سببه الأكبر رقم واحد المتشددون في العالم الإسلامي نمرة اتنين الحروب والصراعات الإقليمية والدولية نمرة ثلاثة الحالة الهزيلة للدول العربية والإسلامية لا تكسب أفرادها بعزة الأمريكي يظهر بصبر ويفتخر به في جميع أنحاء العالم بمجرد أن أمريكا ولا حد يظهر الروسي كذلك الفرنسي أما في عالمنا العربي يهاني الإنسان إهانات كبيرة عندما الوحيد لمصورة المطار يحجزوه على جنب من نشوف أصله وفصله وشكله لا أصبحت أمنية لنا أننا نأخذ الجنسية الأمريكية أو أي خلاص حضرتك نتمنى إحنا كعرب أو كمسلمين في الوقت يا آيات أنت عارف المماليك المماليك دول أهلهم باعوهم في سوء النخاسة عشان عارفين أنه هيترقوا في العالم الإسلامي فالظروف الحياتية اللي موجودة حوالي ولذلك عندما تري ملحد لا تسبيه ولا تلعنيه ولكن أشفقي عليه لأنه ضحية أحداث لأنه ضحية ضحية متدينين متشددين جعلوه يخرج من الضد إلى الضد طيب حضرتك كلمت عن التشدد بقى بواجهة عام لو هناخدوا بقى بواجهة خاص ونطبقوا علينا بقى كمجتمع أو أسرة يعني الأب لو متشدد ممكن ده يكون سبب إن ابنه في يوم الأيام يطلع عنده كبت فعيز يخرج بقى من كل التشدد اللي كان فيه أهله مربينه عليه فممكن يلجأ للإلحاد ويبدأ يعني هو مش عاجبه بقى أي حاجة بابا ربع عليها فبيحاول ينفلت بس بتوسع عاملنه بقى درجة ما بيلحظ وعيز أقول له حررتك إن دي برضو أنا شفتها في الجامعة آآ كلامك لو كان رفض كل حاجة بابا ألهلو عليها وكل تربية تربية بابا هو مش عايزها آآ بصي يعني الولد أو البنت عندما يضغط عليه ضغط جامد ويهمش فعايز يلفت النظر يلفت النظر به بغير ما هو مألوف هو اللي هو فيه مش عاجبه ولكن هو بيقول يا بابا طب أنا بقى مش أنت العالم الكبير للدنيا بتقول العالم راح العالم جاي آآ أنا هخليهم بقى يتكلموا عليك بصورة تانية إن العالم ده عنده ملحد آآ إن عنده مشعد آآ آآ شيوعي إن عنده شارب مخدرات إن عنده فلإلفات النظر فيعمل ودي حرقات مراحقة آآ مكتوبة في كل كتب السلوك إنه الولد عندك مثلا الولد اللي في الوسط البنت اللي في الوسط طبعا الأولنية أصل البكرية أصل اللي هي أول فرحتي أصل أول بطني مشالتها فاكر عمال يتكلموا أمه مش داريانين وبعدين يجوا الولد آخر العنقود سكر معقود ويعودوا يتكلموا كلام ده تابع اللي في الوسط دي بقى ضيعة مهمش مهمش فتتلاقيها اللي في الوسط أو الولد اللي في الوسط دي يعمل إيه بقى يذهب إلى ضد أفكار امتبع أنتم مش واخدين بالكوا تمانا يخذ نظرهم أه ما تفكروش في البيت اللي فيه أنا فيبتدي بقى يعمل حركات البيخة زي الإلحاد زي التشيع زي كل ما أنا راهه في هذه الأيام فأنا بنقول عندنا في 30 ثانية نوصي الآباء بالعدل بين الأبناء نوصي الآباء أنا دايما أقول كده يا آيات متى أتعلم لو شفنا لو شفنا مدر الظالم لو شفنا ضابط ظالم لو شفنا سياسي ظالم تعرف أنه تعلم الظلم على طبلية أبوه اتعلم وهو صغير كيف يظلم إزاي خرج من بيته الظلم أه هقولك المنظر التقليدي اللي عندنا دايما نقوله ما بتكسفش منه وإحنا عادينا على الطبلية أنت الأم وأنا الأب لو قدامنا فرخة وهنقسمها إحنا عندنا ولدين وعندنا بنتين وعندنا أب وأم هتدي الأب إيه النص تخيالي بقى أن البنات والولاد كلهم قاعدين شايفين أبوهم اللي بيربي الفضيل أخد نص الفرخة وبعدين الولادين ياخدوا إيه ياخدوا القطيب رقم اتنين الديهم الإيه اللي بتاع الرجلين بتقل وبعدين البنات يقسموا عليهم رقبة الفرخة وبعدين أموهم تاخد الزمكي الزمكي ده اللي هو آخر آخر حاجة في الفرخة بالله عليك اللي عاش تسعتاشر سنة أو عشر سنة بيتدرس للظلم على الطبلية ده لما يبقى قيادة يعمل إيه يتعلم الظلم فأنا بقول للأباء والأمات عليهم أن يراقبوا حركاتهم جيدا ولذلك البروتوكول الغربي آيات يرص الترابيزة بتاع الأكل رصة جميلة قوي الولاد على اليمين البنات على اليسار الأم في وش في وش الأب عشان الرعاية البصرية وإحنا بقى نسميها عندنا بالإسلاميا البركة مهما كنت عند ضيف كريم يبص في اللي كلتي أما أبوك لو كلت الأكل كله يسعد أمك لو كلت الأكل كله تسعد فعلينا لو مش عايزين ملحدين لو عايزين مصلين لو عايزين متعبدين علينا أن الرائب تربية الأولاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب ذلك أنت متخيلة نبي أعظم نبي كريم يروح يعزي واحد في العصفورة بتاعته اللي ماتت ده إيه ده ده إحنا بيموت ناس عظام قوي ما بنروحش نعزي فيهم أما يسأل وإيه النبي ده اللي سابت دنيا وعمال يسأل على 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 أخي الواحد يقول له أخوك عامل ايه يقول له والله زعلان وحزين فقال له ليه قال له العصفورة بتاعته ماتت قال له تعالى نعزي بقى ويطلع العزي ويهزر معاه ويقوه ويبسطه وقال له يا عمير ما فعل النغاية الطقر بتاعك عمل ايه فهو يبكي والنبي يبكي معاه الحد ما يلطى في الجو فعلينا إذا أردنا العدلة في حياتنا وإذا أردنا الكمالة في حياتنا لابد أن نبدأها منين من البيت وسطوة البيت ودخول الأب البديل ستيب مازر ستيب فازر بقى موجود كل البداية اللي عندنا بقوا فين بقوا على اللاب لازم لازم البيت لازم البيت المسلم يعيد تنظيمه يعيد تنظيمه ازاي إذا دخل البيت وعاد اجتماع عائلي لابد أن الأم أو الأب يجمع الموبايلات الآن نحن لن نربي أولادنا الآن نحن لن نربي بناتنا بناتنا خلاص بقواعدين على الوسائل التواصل الاجتماعي وألف واحد بيربيه وأصحاب ما زاهب شتى فلا علينا البيت لابد أن يعاد تنظيمه مرة تانية ترجع لقدسيته مرة تانية وعلى الآباء أن يناقشوا أبناءهم بالتساوي يدي فرصة لكلهم يتكلموا كل واحد يعبر عن رأيه بالضبط كده ما فيش حد يتطرف يوم من الأيام أن يلفت نظره ليلفت نظر أهله بحاجة مختلفة أو حاجة متطرفة يأيات احنا بنطلع أولادنا مرضى نفسي وهذا ما لا يجب علينا أن نخرج من بيوتنا أولاد أسوياء أولاد أسوياء إذا أردناهم عدول نطبق العدل في البيت إذا أردناهم أصحاب صوت هادي فعلينا الشتيمة اللي بتحصل في البيت والتكسير وما يحلاش الخناء للأبوين إلا قدام الأولاد والأباء الرب العبادة سبحانه وتعالى يغضب عليهم بيفتخر ويختال ويتعالى أنه بيكسر دماغ الست بتاعته قدام أولادها هذا القهر خطير لأنه ابنه هيعمل كده مع مراته وبنته هتتزلب نفسه طريقة أمه وهتسكن فيجب علينا أن إحنا إذا كنا خايفين من الإلحاد علينا أن نبدأ من البيت طيب برضو في حاجة حضرتك قلتها خوفتني أنا بقى شخصية اتفضل لما حضرتك بتقول أنه ممكن يبقى الملحد النهاردة كان حافظ الكرآن وحافظ البخاري ومسلم والنهاردة بقى ملحد طيب أنا أحمي نفسي من ده إزاي واسبت إزاي أولا عايزة تتلقي العلم عايزة تتلقي ما فيش واحد في الدنيا عايزة اشتعل طبيب بيجيب كتب الطب ويقعد على جنب بيتلقى من دكتور من طبيب أكبر وإحنا عندنا بقى القرآن الكريم بعد في آخر صفحة كده في المصحف بعد ما يكتبوا لك الضبط الفتح والكل ده يكتبوا لك مع العلم أن القرآن لا يتلقى إلا من أفواه المشايخ بحنا الله ما ينفعش تمسك المصحف وتعود على جنب تعك الدنيا وانت بتقولي أنا بقرأ القرآن الكريم أنت لا تقرأين القرآن الكريم القرآن الكريم لابد أن يحفظ أو يقرأ على يدي شيخ انت مش تصحح النفسك ودك سمع صوتك أحسن من المكلسون ولكنه في الحقيقة زي زنات صدق يعني فالقضية مش لا 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 لازم على الإنسان إذا عارف الأستاذ بيعمل إيبا الأستاذ ده لأنه خاضت تجربة قبل ذلك وشاف سلبياتها وإيجابياتها فساعة ما بيعلم تلميزه بيقوله ابعد عندي ويعمل دي فتربية الأستاذ معظم الذين ألحدوا أتحداكي هاتي لي واحد منهم كده درسة في جامعة الأصل لا لا يمكن ولما بيمشوا في أول طريق الإلحاد بيسمعوا للملحدين يعني أنا مرة قلت لحد كده يعني أنا لو لو أنا مشي في طريق الإلحاد أو أنا خفت مثلا في مداخل الشيطان أو كده ما أروح لشيخ أروح لواحد ملحد أتأكد منه وأنا لسه على دين الإسلام أو لسه موحدة بالله أروح لشيخ أسأله هو يردلي بقى أو يردني للحق تاني فده فعلا بتحصل أنا أبشرك أنهم هيرجعوا واحدة وحدة هو لسبب يعني كان اتصل بي أحد الملحدين ذات مرة وقال لي أنا كنت أحد الملحدين وأنا كان ليا تجربة مع ثلاثة منهم تكلمنا معهم فكان ده كان يقول أنا شغال في السياح كنت في الغرداء واليوم اللي مر علي ما فطرش أكتر من واحد صايم في رمضان والشهر اللي مر علي ما خليش اتنين ثلاثة يشربوا خمرة كنت بقول وقعد بقى كل كان يشتغل في كل الكبائر ولكنه لما استمع إلى أستاذ عارف وإلى حد عاقل فعاد إلى صوابه فعاد إلى صوابه ثم بكى بكاء شديدا وبقى كل همه في الحياة هو أنا ربنا هيقبلني طيب طيب ده واحد التاني أحد الملحدين قابلته في مناظرة وتناظرنا المناظرة ما عجبتش المشاهد ما عجبتش المشاهد لأنه عايز نقول آيات عايز نقول أحاديث هو لا يعترف المنطق بقى هنا الحوار كنت فاكر مرة جبت له عارفة لعبة الميكانو ولا أنت مش من جيلها اللي هي المكعبات اللي تلميها جنب بعض كده تبقاها فطبعا أنا عارف القضية أو القضية هيكلم معايا فجبتها في شنطتي وحطتها جنبي على الكرسي فخلاص فتح القضية ليس لهذا الكون خالق قلت له يعني إجيز إزاي الانفجار وبعدين حصل منه الكلام ده كل قلت له يعني انفجار يخلق هذا النصخ الجميل الشجر بألوان مختلفة والبناء أدمين بأشكال مختلفة والسماء عملا تمشي كل ده ماشي تلقائي فقال لي آه فرحت انطلع له المكعبات قدامه على التربيزة قلت له طيب هذه المكعبات هي طلع لي أي أععد ثلاثة أربع ساعات أععد لبعد الحلقة طلع لي منها أي شكل مقبول فيبقى هذا هذه قدرة الخالق كنت في التلفزيون المصري وبعدين كانوا الحلقة بعنوان قدرة الله في خلق الإنسان وبعدين قاعدين أنا والست الأستاذ المزيعة المحترمة بتقول لي الموضوع صعب وهنتكلم في إيه والحكاية والرواية فقلت له بس احنا نبدأ بس انت كحي وأنا علي فصل الكحة يعني فبدأنا قلت له هنتكلم على منطقة الواجهة فقط اللي يقول ده العملية صدفة يعني ناخد منطقة الواجهة قلت له ناخد بند من الواجهة وهو الشعر شعر الحاجب اليمين ماشي يامة اليمين تب ليه ممشيش مع الجاذبية تب ليه السنان اللي فوق ما تنزلش لحد رجلي لو قانون الجاذبية ماشي بقى هذا خلق الله والحاجب الشمال ماشي تجاه الشمال والشعر اللي على رأس الإنسان اللي على الجنب ماشي كده والتاني على الجنب التاني والتاني الفوق واللي ورا الورا أمر خطير وبعدين مكونات شعر الحاجب غير مكونات شعر الرمش الرمش دهني ومستقيم وعندنا شعر كله مليان دهني هو شعر الأنف عشان يشير كل الشوائب الجماعة اللي بيشتغلوا في الطحين اللي بيشتغلوا في المكان اللي يطلع رزاز يصطاد الفيروسات فأمر خطير طيب وعندنا أكتر من نوع من المية في رأس الإنسان مية في ودنه لها طعم وشكل ومية في أنفه لها طعم وشكل ومية في عينه لها طعم وشكل واللسان اللي عايم في الحوض اللي جوه ده بقى سبحان الله طيب هي المية اللي في قلب الحوض اللي عايم في اللسان ما بتزدش ليه سبحان الله ما بتزدش ليه بمقدار بمقدار ربنا ما تديله كده يعني ربع كباية كده يقعد يوم فيه تخيالي بقى أن هذا اللسان يجف منه المية الإنسان يضيع فإذا يا بنيات الكريمة أكرم الله ولديك الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وأبدعه ولم يأتي إله آخر يدعي أنه شريكه ولا يدعي أنه هو بي نفسه هذا الغد للوقت القرآن الكريم يقول هل من خالق نغير الله في حد خلق السماوات لا إلا الله والست بقى سيب الجماعة الملحدين الجودات دول اللي هم تعلموا في جماعات زي ما أنت بتقولي طيب الست البدوية ست البدوية ست ماشية ورمازتين في جبال مكة ما عندها أي نوع من الحضارة لكانت قاعدة على تويتر ولا كانت قاعدة على فيسبوك ولا كانت قاعدة على واتس وبعدين حد بيكلمها على خلق الكون وكيف خلق وهل الكون ده إله فقالت لهم كلام جميل قوي قالت لهم السيرو يدلوا على المسير بتقول لهم لو تلاقيت أصار أقدام تقول إيه إن كان فيه حد ماشي حلو كده حلو كده طيب والحاجة بقى اللي هي بدوية والبعرة تتدل على البعير أنت يعرف عارف إحنا لما ناكل نعمل عملية إخراج والبعير اللي هو أنسى الجمل يعني لما تاكل تعملت عملية إخراج وبتقول لهم لو تلاقيت البعر ده ماشي في الإيه يدل على إن كان فيه جمل هنا وإنه كان بياكل من هنا وأنه فعل هذا هنا لا لا هذه أرض ذاتي في جاج بتقول لهم الأرض دي مش مستوية ده جبال موجودة وفيه طريق هنا وفيه شارع هنا أرض ذاتي في جاج وسماء ذاتي أبراد النجوم اللي موجودة في السماء دي مين اللي رصها ألا يدلوا ذلك على الواحد القدير فبصي سبيهم يلعبوا لهم شوية والموت يأتي ومن تاب فسيقبل ومن لم يتم فعذاب الله أليم ربنا يهدينا جميعا ويساكتنا الوقت خلص بسرعة وأنا كان لسه عندي أسئلة كثير والله الجدي قدمانهم بالتباس يعملونك الحلقة ساعة عندنا هوا بعده إن شاء الله نورت الدنيا وقفتنا وربنا ينفع بحضرتك دايما يا رب ربنا يبارك فيك وسعيد بيك وأتمنى لك النجاح وموضوعك واقعي يلامس الحياة وعلى وعسى يكون زمانك اللي كانوا في الجامعة حد منهم بيشوفك وضعت منه الفكرة الإيمانية فيرجع إلى ربي وأنا إلى ربك الرجعة وأنا إليه المنتهى وأنا إليه المرجع والمصير شكرا نورت الدنيا مشاهدين للأسف انتهى وقت حلقتنا لحين يتجدد اللقاء أسفكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا